حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم المراسم الرسمية لتنصيب السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملكا لماليزيا والتي جرت في القصر الوطني في العاصمة كوالا لنبور ونقل سموه إلى الملك عبد الله التهاني صاحب السمو الشيخ ريفة بن زايد آلنهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه وتمنيته له بالتوفيق والسدادة ولماليزيا دوام الخير والرفع كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيان خلال المراسم ملك ماليزيا بهذه المناسبة وأعرب سموه عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والعمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة ماليزيا بما يعود على البلدين وشعبيهما الصديقين بالخير والنماء